يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة شنعي الحياة الطيبة؟ يقول سعيد بن جبير رحمه الله الحياة الطيبة هي أن لا يحويجك الله إلى الناس أنك ما تحتاج للناس نعم وهذا قول جميل كالإمام أحمد يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك كيف ما خلتيني كنس جد غيرك أنت خليني كنطلب غير أنت ما طلبت شي واحد آخر وهذا معنا جميل أن الإنسان يعني إذا سألت فاسألي الله وإذا استعنت فاستعين بالله لكن نحن عارفين أن الله عز وجل سخر بعضنا لبعض هذا أمر جد مهم ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يعني سخر الناس ناس آخرين هذا لا بأس لكن الحياة الطيبة نحن عندنا بعض المفاهيم التي تصحوها كي يقولك وهي ما يخطاك جيبك ما تخطاك صحتك خطأ الحياة الطيبة ما يخطاكش الله عز وجل ما يتخلش عليك الله عز وجل هذا أمر جد مهم أرى مش الحياة الطيبة أنك ما تمردش ولا أنك ما تفتاقرش هذا أمر يعني من الإبتلاءات في الحياة الدنيا للإنسان معرض لها لكن تكون راضي بقضاء الله عز وجل قانوع بما قسم الله عز وجل لك يعني قانوع فرحان بدك شلي أعطاك الله عز وجل دابة نعم طموح اطمح يا سيدي قلب على ما أحسن الله عز وجل يعني علمنا أن نكون دائما يعني نطمح دول إمثال المسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا سألتم الله فاسأله الفردوس الأعلى إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها لكن الحياة الطيبة الحقيقية هي تكون راضي وقانع وفرحان بدك شلي أعطاك الله عز وجل في ديك اللحظة واخدمها سيدي وطمح إلى أمور أخرى بالحلال كما نقول إذا هذا أمر جد مهم لما كان قولوا الحياة الطيبة ره دي الحياة الطيبة ديال الرضا بأقدار الله عز وجل ما تكونش كتصخط على الله عز وجل إما ديك ما تخطاك صحتك وما يخطاكش جيبك أهم حاجة ما يخطاكش الله عز وجل ما يتخلش عليك الله عز وجل لأن الله عز وجل لمشي تتخلع عليك والله يمات نفعك لصحتك وما ينفعك لجيبك أصلاً شكولك يعطيك الصحة ماشي الله عز وجل شكولك يعطيك الفلوس شكولك ينعم عليك بذلك الرزق ماشي الله عز وجل إذن نصحوا هذا المفهوم ماشي ما تخطيك صحتك وما يخطيك جيبك ما يخطيكش الله عز وجل ما يتخلاش عليك الله عز وجل فأسأل الله عز وجل أن يوفي قناة ما يحبه وما يرضاه إنه يدارك القادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد